ممكن البعض يحمل الدور الهام لخدمة العملة في أي مشروع أو مؤسسة رغم أنه هي الأساس اللي يربط العميل بمشروعك فكل ما تمتع العميل بخدمة جيدة رح يكون وفاءة لمنتجك أكبر وهم الخدمة متى ما كانت مميزة رح تخلي العميل يرغب أنه يرد مرة ثانية لك اليوم رح نعرف كثير دور خدمة العملة مهمة في إنشاء في النجاح المشروع مع ضيفتنا عبر السكايب سارة إسحاق متخصصة في إنشاء المشاريع المتوسطة والصغيرة نمسي عليك بالخير سارة وحياة شاء الله معانا عبر السكايب يا هلا فيكم حياكم الله تشرفوني نحن اليوم تشرفين في وجودك معانا اليوم بنعرف يمكن في السابق لتسويق لأي شخص يمكن يتمنى أن يكون عنده مشروع أول شي بيفكر بالربح المادي وإشلون يسوق له لكن الآن مع تطور الزمن قاعد نشوف أنه مهم أيضا أنه صاحب المشروع يحط في عين الاعتبار خدمة العملة ماذا كثير هي الحين صارت مهمة بأهمية خطة التسويق؟ أكيد هو بالنسبة حق خدمة العملة هي يمكن في البعض يقول هل مجرد أنه أنا بيع لأو أقدم لها الخدمة هي العملية التي أنت توفر فيها احتياجات وتوقعات عميلك أو الزبون ففيها طريقة تواصل تستوفي فيها مستوى رضا عميلك أو زبونك نزل، كيف أنا أقيس رضا العميل؟ يعني هل أنا إذا شفتي مثل العميل أي أكثر من مرة للمشروع يكلم الناس عن المشروع؟ الحين لأنه في social media mention and post صح، صح عدل أكيد، شوف خلاق قلتش هو في خدمات أو منتجات تقدم عن يعني بخلال شركات تكون كثيرة فأنتي ما نقدر أحنا نحد الحوار على بس بنتكلم عن الجانب بشكل أكبر أو بشكل مثل ما نقول عامي لما نحن بنية بنقدم خدمة العملة مجرد أن أنت عندك مشروع قاعد تشتغل عليه قاعد تقدم الخدمات رح يصير فيه customers أو قاعدة فأنت رح تحدد فيها market segment قاعدتك القاعدة رح تبلش تسولف وتقول وتوصل مستوى الرضا من خلال الخدمات التي تقدمها أو المنتج التي تبيعها ودائما أقول لازم نركز على شغلتين اللي هي service الخدمة تكون صح والquality للمنتج أو الخدمة التي تقعد تقدمها فهذا جدا مهم على رضا مستوى العميل لما أنت بتي بتقيسها تقدر أن أنت تسوي استبيان تقدر تاخذ feedback لما الـ customers يون تحط line حق الشكاوي أو الاقتراحات فهوائد مهم أن أنت تكون قريب من عميلك علشان تقدر توصل حق مستوى الرضا اللي يحقق فيه مشروعك خدمة العملة لأنه وعيد ناس مستهينة فيها أو لا نقول تارا مستهينة فيها عندها خدمة العملة سهل ابتسم في ويه العميل وخلصنا وقول لها تشم كل ما حلوة لكن لما نتكلم عن خدمة العملة الـ professional اللي فيها خبرة ومهارة راح نستوعب أنه هو بحر كبير فلازم يكون اللي بيشتغل بشكل مباشر مع العميل يتمتع في بعض المهارات إذا اليوم بنوضحها للمشاهدين عشان أنا أشتغل في خدمة العملة شنو لازم يتوفر فيني أكيد جدا مهم جدا مهم شوفا أنت قلت موضوع الابتسامة موضوع الابتسامة مهم طول ما أنه فيه كلاينت أو عميل داخل عليك لازم تكون طول الوقت أنت ترحب فيه وبين مستوى الرضا فيه قبل أن يكون فيه مستوى الرضا حق عميلك هذا أول شيء شي الثاني لما أنت بتهيب فيه مثلا طريقة للحوار للنقاش للتفاوض لعرض المنتج للتسويق فأنت راح تتحكم هنا بطريقة كلامك نبرة صوتك أدائك للموظف تفانيك الإتقان بالعمل ويد مهم أنت تركز بهذه التفاصيل علشان أنت تستهدف رضا عميلك ويد مهم أن نركز على خدمة ما بعد البيع فيه ويد ناس يبيعون المنتج أو يقدمون الخدمة وينسون العملية أو الآلية اللي تكون عقب البيع يعني أنت لما بتهيب بتفكر أن أنت بتحقق تارجت معين أو تبيع عزاد معين أو تبيع ربح مادي نزين أنت علشان هذا الكستمر يصير لويل ويصير يبييلك دايما يبييوصلك دايما ينطر أنت شون تنزل شيء ديد ويد مهم أن تكون في خدمة ما بعد البيع اللي هي تكون قريب فيها من الكلاينتز تسأل عنه بين وقت ووقت تسأل عن المنتجات يصير فيه بينك وبينها كونتاكت الأشياء اللي دي دا تنزلها تاخذ راية فيهم فويد مهم أنت تتركز على خدمة ما بعد البيع قبل خدمتك حق عميلك والله سارة الحين أنت لما قاعد تتكلمين في كل هذه المواضيع لو نحن نقعد ويأي صاحب مشروع صغير بيقعد يقولت ويأي الحين أنا بفكر بخدمة عملة وبفكر أني أنا لما أوظف ناس في خدمة العملة يتمتعهم بمهارة واحتمال أني أنا أضطر أني أنا يمكن وأنا أضطر أني أنا والله أروح أسجلهم في دورة أو أرشة عمل عشان يتعلمون مهارة خدمة العملة الآن نحن داشتنا في جانب ثاني واللي هو أنه هم لازم هو يركز للخدمة مع بعد البيع لكن هذه النقطة هذه أول مرة نتطرق لها وأعتقد أغلب أصحاب المشاريع ما أفكر أنا قلت يمكن سارة في بعض المرات يكون الشخص عنده أنا المهم من العميل يدش عندي ويشتري وخلاص يبي يرجع مرة ثانية مهراد مو مهم المهم أنه في ناس قاعد دش وتطلع عندي في المحل أنت يهمت أنه يكون دايما عندك قاعدة أساسية وليها العملاء الأوفياء ولا أنت ما عندك مشكلة كل شوية يكون عندك عملة يدد وايد مهم أنه تكون في قاعدة market segment انت ثابت قاعد تشتغلين عليه وتوسعين أو تنتشرين لكن منه اللي يعني في ناس يمكن من خلال الإعلانات أو يسوون الماركتينج كامبين يوصلون بس أنا يمكن أكثر شيء أركز عليه ودائما أحرص حتى الناس اللي قاعدتين تشتغل عليه بمشاريع هكذا أقول لهم ركزوا على أن الناس تسول في الماث توك هذا الشيء اللي رح يعزز ويطور من اللان اللي انت قاعدت تشتغل عليه الخدمات اللي انت قاعدت تقدمها المنتجات اللي انت قاعدت تتوقها فهذه القاعدة عندي أساسية بدلنا أنت تقط مثلا أو تقدم مبلغ مادي كبير حق الإعلانات أو الدعايات ركز على قاعدتك قاعدتك رح تيبلك ورح تنشر مستوى الرضا اللي هم يحسون فيه بحيث أن تصير القاعدة بشكل أكبر وانتشار وتوسع أكثر رأيت بالمقولة اللي قلت العميل دائما على حق لو شنو صار وهو الصح وصاحب المشروع الغلط ولازم يراضي مع هالمقولة ولا شوفي خلا قلت هي هذه المقولة تحميك بكل الحالات تحميك لكن أنت شلون شوفي وايد مهم أن مثلا موظفينك يحسون بالراحة ويحسون أن ما ينظلمون وتكون منصف معاهم سواء عميلك كان على حق أو مو على حق لازم الموظف يكون مرتاح هذا أول شي الشي الثاني مهم أن العميل يحس أنه طول الوقت أنت قاعد ترضي طول الوقت أنت قاعد تقدم له شيء صح شيء واثق منه لما أنت تكون واثق وموظفك يكون واثق العميل رح يكون مرتاح فيمكن مواقف وايدن حطيت فيها أن العميل أو الكلاينتز الزبون يكون غلطان فحذتها جدام الموظف عندي ما طلع غلطان بنفس الوقت في طريقة بيني وبين الموظف بالتعامل أنه يدري أنه أنا الحين قاعد تكلم قاعد تشترين خاطر العميل بس قاعد أي بس بطريقة وهو يكون فاهم وإحنا نسوي منتلي ميتينج نتكلم فيه عن كل التفاصيل إذا فيه مواضيع فيه شكاوي فيه نقاط فيه آلية عمل قاعد نغيرها بشكل غير مباشر هذه أشياء كلها نسويها بيننا وبين بعض فأهم شيء أن العميل يكون راضي وهم الموظف يكون راضي بس ما يمنع أنه أنت جدام العميل يكون وهو صح عقب يكون هو فاهم ومستوعب شنو الآلية والاتفاق اللي بيننا فما رح يكون زعلان صحيح يعني يمكن هذه النقطة اللي اتهمت وطلقتي لها سارة وايد مهمة اللي هو أن تحافظين على نفسية الموظف عندك يعني أكيد في بعض المواقف ممكن فعلا الموظف ما غلط لكن هو العميل اليوم يمكن هو قاعد يمر بيوم ما هو زين صار هذا الموقف داخل المحل فصار هو في ويه الموظف فجميل أن نشوف أن رب العمل ممكن أن يبين للموظف أنه أنت ترى مهم وأنت بالعكس أنت من الأصول اللي أنا أبي أحافظ عليها لكن نحن مضطرين شوية نتعامل مع العميل بطريقة أن نحن ندلع شوية لأنه هو بالدهاية اللي بيبين لنا عمله ثانيين أكيد وفي نقطة بعدهم شنو أن العمالة اللي عندك أو الستاف اللي عندك أو الطاقم شنو شنو يعني نحن ما نتكلم عن مجال مثلا مطاعم وكفيهات ممكن تكون مشاريع مثلا تقدم خدمات أو مشاريع أخرى أي محل أي بروجيكت يعني تشتغل عليه وايد مهم أن تكون في آلية اتفاقية بينك وبين موظفينك التيم بحيث أنه أي شيء بيصر ليجي قدام هو يدري ويعرف ليش أنت تكلمت شذي ليش أنت قلت شذي من قبل الله علشان لا يصر في حزتها حتى أول ما يكون واقف مصدوم ردة فعلك أو مثلا يكون مو مرتاح فوايد مهم أنت تكون قريب من الطاقم من الستاف يعني أنا مثلا بالمطعم أو الكافية اللي عندي أو الشغل حتى بالصالون تلاقيني أنا أكون قريبة من العملة وبنفس الوقت استافي يعني في خط أحمر بيني وبينهم يعني في خط هما ما يتعدون بس يحسون أنهما ما قاعدت عملون مع بوس عملون مع مثلا ليدر لأن الليدر يأخذ الطاقم كله بس البوس هو يعطي بس مجرد أوامر ويبيشوف آلية عمل ثابتة ووابحة وتمشي بشكل مستقيم جداما فدائما أنا أفضل أن أكون ليدر معاهم أكون قريبة معاهم أحسسهم أن مثلا إذا أنت ما قدمت هذه آلية العمل أنا رح أضرر إذا أنت ما قدمت عملك وايد مهم عملك عندي فإذا ما قدمت عليك ملوج أنا رح أضرر بزنسي وشغلي رح يضرر فهالشيء وايد أساسي أنت تركز عليه في بعض المطاعم أو الكافيهات اللي اشتغلت معاهم من مشاريع فكانوا يقولون لي أن سارة مثلا أنا لما أشتغل عندي موظف مثالي هذا اعتمد عليه ويكون هو نفس سوبرفايزر فدائما أوجههم أقول لهم لا تحطون شخص فوقهم خلك أنت يعني منسق المهام بشكل صح بحيث أن الواحد ما يصر فيه لا هذا أفضل مني هذا أحسن مني لازم بكل مجال فيه موظف مثالي بس طريقتك وآلية عملك مع التيم مع الموظفين لازم تكون وحدة بشكل ملائم بحيث أنهم ما يحسون فيه أفضلية هذه نقطة وايد مهمة أن مثلا صاحب المشروع أو الأونر أو الشخص المسؤول يعتمد عليها ويركز عليها على المدى اللي قلب والبعيد يعني نقدر نقول أن خدمة العملاء مو شرطة تكون بس موجهة للزباين أو الكلاينت ممكن تكون أيضا تستخدمينها بالنسبة لما أنت تكونين صاحبة مشروع مع موظفينك ممكن أكيد 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 هذه الآلية تكون مستمرة لأن أنت كثير ما تقدمين حق طاقم العمل الكثير ما راح يرضي أملائك وخدمة العملاء راح تكون هنا بهالناحية مستوفية كل الشروط مستوفية رضا العميل راح يصير فيه يعني الأملاء راح يبلشون يقولون لا هنا مو بس قاعد ناخذ برودكت قاعد ناخذ خدمة قاعد ناخذ طاقم وستاف مريح أن نحن نتعامل معاه على اللونغ تيرب أخطاء أنت بحكم مجالك وخبرتك بما أنت اشتغلت غير أن أنت صاحبة مشروع أيضا اشتغلت مع مشاريع كانوا محتاجين من الخبرة والتوجيه وقاعد شوفينا هذا شيء بديهي أخطاء قاعد يطعون فيها أصحاب المشاريع وأنت بالنسبة لتش خلاص عاد لازم الحين محط يطيح بهالأخطاء أنا مر شنو الأخطاء البارزة والواضحة بالنسبة لتش فيما يخص خدمة العملة اللي لحد حين قاعد تواجهينا مع أصحاب المشاريع شوفي هو بالنسبة حك كل مشروع تلاقيين فيه نقاط يمكن هو غافل عنها ويعني يشوفها مو أساسية وكل مشروع يختلف عن الثاني فإحنا ما نحدد نتكلم بشكل عام لما مثلا عندك مشروع قاعد تشتغل عليه نفس ما قلت لك خدمة ما بعد البيع صار فيه بس أنا تارجت بشتغل عليه بحقيقها وخلاص هذا شيء الشيء الثاني موظفيني مجرد أنا بعطيهم بقدمون العمل وساعات العمل بيغطونها قاعد ينسون موضوع البونس قاعد ينسون شلون أهما ممكن يقدمون خدمات حق موظفيني بحيث أن أهما رح يبدعون ليصير فيه تفاني بأداء العمل هذا هم شيء غير هذا الموقع يعني فيه بروجيكت أو مشاريع قاعد يختارون أماكن تكون غلط أنهما ينشئ مشروع فيها هذه من الأشياء اللي أنا لاحظتها وصار فيها تصحيح وفيه أماكن غيرنا وسوينا ريبراندينج ممكن الخدمات اللي أنت قاعد تقدمها أو المنتجات وايد بعيدة عن الاسم أو وايد بعيدة عن البراند هم هذه الأشياء اشتغلنا عليها من الريبراندينج وفيه البعض اللي يسوي كوبي بيست يعني شنو عنده مشروعة بس أنا لما أدش فيه أنا قاعد أشوف ما أخذ وايد من مشروع ثاني يكون محقق فهو مسوي نفس البروجكت اللي هو قاعد يشتغل عليه فأيهني أقول له أنت وين هوية أو الشيء اللي أنت قاعد قدمه صح وايد مهم أنت صح أنت مثلا مثلا نتكلم مجال كافيهات يمكن الكلقاع يقول أن وايد كافيهات بالكويت وايد كافيهات قاعد تبطل لهم كافيهات لهم ما يمنع أنت تبطل كافي وتشوف أن هذا أسهلك أن أنت توصل حق الكلاين والعملة أو الزباين بس شنو الشيء اللي ميزك شنو اللي أشياء اللي أنت ممكن تحطها بعين الاعتبار اللي هي تكون غير يعني الكلقاع يقدم سبانش لتين الكلقاع يقدم آيس أمريكانو الكلقاع يقدم فيه بروديكت نفسهم ثوابت بس أنت شنو فيه أشياء تجدد تطور والله بالصيف بنزل شذيه باللش بنزل شذيه هذه الفترة مثلا بنزل هذا بروديكت أسبوعين بيطلع سولداوت بنزل شديد ففيه خطة عمل وايد مهم أن نركز على خطة العمل فيه ناس يعيش تغلون مجرد راسمان بشتغل عليه وينسى الهدف الأساسي أنت شنو أهدافك لازم تحط أهداف فيه ناس مثلا يقولون والله سارة أنا ما عرف حطي لي الأهداف فما يمنع أن ترجع شخص مسؤول تسوي لك خطة كل ثلاث شهور خطة سنوية تارجت سنوي فما يمنع أن أنت ترجع لك الشخص المسؤول إذا أنت تحس نفسك تواجه صعوبات أو عرقلة بهذا اللان سارة أنا سأقول السؤال لأ أنا شوف أنه بالعكس يعني هو مديل الكويتيين بس أقول لأ معروف عن الكويتي أنه شعب هب يقول لك مزيل وبيكي وايد يعني هب وبيكي بنفس الوقت شكثر قاعد تشوفين أن العميل الكويتي مهم عنده خدمة العمل أهم من المنتج ولا لأ الكويتي ما عنده مشكلة مو مهم الخدمة كثر ما هو مهم البرزنتيشن أو البرودكت اللي بأخذ أنا أشوف يعني خلال السبع سنوات اللي اشتغلت فيها بالسوق لأن جيلنا أو الفئة الشبابية غير عن سوق أو مثلا أنت تكلمين عن أصحاب المشارع الكبيرة اللي ما تكون قريبة من الكلاينت أو ما تكون قريبة من الموج من السوق من السوق حاليا يعني مثلا فيك بار قاعد معهم وصار لهم سنوات كثيرة أنهم شغالين بالسوق بس يقولون مو قادرين لما نفتح مشروع مو قادرين نجاري موجتكم أو الشيء اللي أنتو قاعد تفكرون فيه هذا شيء شيء يعني أنا أشوف الحين كلنا قاعد نفكر بخدمة وكواليتي يعني ما قاعد نقول نبي شيء بس مجرد قوي ولا قاعد نقول نبي أنت خدمتك تغطي على البيع أو تغطي على المنتج اللي إحنا خذينا لا الحين أصبح السوق أو إحنا قاعد نركز بشكل كبير على المنتج والخدمة إش كثر المنتج كواليتي إش كثر هو طيب يمكن يونك أول شيء بالبداية على أنه مثلا المكان مثلا فلنفرض هبة أو ترند أو مكان ناجح فيون يبوني جربون إذا أنت قدمت لهم شيء مو مستوفي رضاهم يعني مو واصل كواليتي في لذل معين عندهم وشيء يرضيهم ما رح يونك مرة ثانية رح يبلش شوي شوي يقل عندك البيع أو مثلا أنا تحس أول أسبوعين من نزلت المنتج غير عن بعد شهر وشهرين وثلاث شهور لأن الحين صار الكل يفكر بسيربس وكواليتي أنا أفكر والله لما بشتري شيء سعره يكون مناسب الطعم أو مثلا المنتج أو البرودكت مستوفي حاجتي صار أصبح فيه يعني وعي عند الكاستمر يعني لما بني بنتكلم عن الزبون صار واعي ما تيدقس علي ما تيتيب لمثلا شخص داريكت سيل أو مثلا اللي موجودين فلنفرض شوي نتكلم عن جانب العطور مثلا لما تدخلين مول قبل نتكلم عن قبل مثلا عشر سنوات لما هي واحد بس يرشلت عطر ممكن تتوقفين وتشتريم منه صح الحين أصبح الشي مؤذي لما مثلا أنت تنمشين بالسوق ويون غصب تشمين العطر أو حتى لا يعجبني ما بي لازم تغير صح لازم شوي شوي تغير لأن صار فيه وعي عند الكاستمر لكلاينت أن ترى أنا فهم وأدري وأنا إذا فيه براند عاجبني رح أروح له فشلون أنت تدخل على العميد وتوصل لأن منتجك حلو بطريقة صح الضم فيها الخدمة والكواليتي شوف لما ييلت هو مثلا طريقة كلامة طيبة ويهذا وياخذت شبه الشي صار الحين لا غير أنت لما بتتي بتقول لي شكثر التكلم وشكثر أنت لابق إذا كان منتجك أنا أشوف حاجتي مو في أو مثلا أنا ما أبي ما رح تقنعني فأصبح فيه وعي كبير عند الكلاينت أو الزبون لما يبي يشتري أو يبي ياخذ الخدمة وطدقين سارة بعد فيه ممكن مستهلكين أو فيه عملة فئة مختلفة يقول لك عادي أنا أدفع حتى لو زايد بس يا ربي أنا ارتحت من الخدمة صاحب المشروع يا حلوة وأشوفها بالمشروع وصدره وسيع وقعدي جابه للعملة حتى لو أدفع عنده زايد بس أنا خذيت علاقة الخدمة اللي ترضيني فيه ناس ترتبي بس الخدمة اللي هو الأشياء اللي تي إكسترا مع البرودكت اللي يشتري فأعتقد هم هذا صاحب المشروع هم لازم يشتغل بعد عليه لأن فيه ترى النوعية من الكلاينت خلا قلش هو ما تقدرين تحددين الكل أنا لما قلت مثلا الأغلب أصبح يركز على الخدمة والمنتج نفسه لأن أنا قاعدت هاتش هنيع على الأغلبية صحيح أو مثلا على الخبرة اللي اشتغلت عليها أو الشيء خلال هذه السنوات شن الشيء اللي استنتجته إن الكل يركز على الخدمة وكواليتي نعم بس فيه أشخاص وايد أنا عارفهم مثلا من ناس للقراب من كاستمرز مثلا التقيت فيهم يقول لك من كثر ما هو خدمتها طيبة عادي عندي أنا أدفع راضي أنا حس مرتاح عادي مثلا أدش وأخذ شيء ذي آي بي خدمة ترضيني وأدفع عليها أيها بظهر فهو فيه أشخاص كذلي وفيه أشخاص كذلي عموما قاعدة العمل كبيرة ومستوى رضا العميل من إليه يختلف طبعا فيه عميل يريد أنت تروحين بياند الأكسبكتيشن وفيه عميل يكون متواضع يرضى بأي شيء وهذه هو فهذا السوق يعني مليان ويحتاج فرعا تركيز ويحتاج يحس أنه مو صاحب مجال أو خبرة في هذا الموضوع ما في أي مانع يلجأ للمختصين عشان يساعدونه في أنه من نجحون مشروعة قبل أخدم معت سارة موضوع وايد مهم أو سؤال وايد مهم لازم نسأل في ظل أزمة كورونا أغلب المشاريع الآن قاعد تفكر بهدف واحد أنها تتفادى الخسائر أو تعوض الخسائر لكن نسى خدمة العملة وقت الآن أزمة كورونا لازم ركز على خدمة العملة ولا المهم مني أبيع وبس يعني أحاول أغطي خسائري قلت هي وهو من أول ما بلش سيزن كورونا أنا سميه داما كورونا سيزن الكل ارتبك يعني تأثر السوق يعني إحنا ما نتكلم بس عن سوق الكويت إحنا نتكلم عن عالم يعني أثر على العالم كله من ناحية اقتصاد من ناحية مبيعات شغل أداء وظيفة الكل تضرر للأمانة واللي قلتش أنه أنا مثلا مثلا مشروع من المشاريع اللي أنا قلتشتغل عليها حتى وانا بأزمة كورونا كنت أبيع لكن في دروب يعني اللي هي قلتش أنا قاعد أحقق وأحقق والدنيا كلها واكثة صراحة يعني أكيد 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 وهو هذا الشيء اللي قلتشتغل فيه غير صحيح فالكل تضرر من البج كامبانيز لي السمول بزنس لي اللي قلتشتغل فنتكلم عن جانب الكورونا أثر على السوق شلون صار فيه الكلقة عي تساءل صار فيه تساؤلات شلون نرد السوق شلون ننعش السوق شلون تصير فيه مثلا مبيعات شلون نحقق فكل واحد حط البلان أو الخطة اللي هو بيشتغل عليها في مشاريع اللي الحين واكثر في مشاريع اللي الحين قلتش أنا مثلا ما نقادر أدش السوق أو ما نقادر أرجع نفس قبل لأن أشوف أن الكورونا فترة شم شهر أربعة شهور خمسة شهور ستة شهور ومشوية أنها توقف فيها البزنس خصوصا لما صار فيه حظر كلي طبعا كلنا صار فينا ما في مجال فصار عند الناس صار مخهم شوي واقف من ناحية المبيعات أو السيلز أو مثلا مستوى الشراء كثر ما أنهم يفكرون بحالتهم الصحية بعائلتهم بمستلزماتهم باحتياجاتهم الأساسية والأولية فشلون بترد مرة ثانية تسحب هذا السوق مرة ثانية وتصير فيه انتعاشة طلعت بمقابلة من قبل وقلت أنه إن شاء الله بذن الله من كل ما كل شوي يفتح شيء رح تصير فيه انتعاشة للسوق لكن يعتمد على صاحب المشروع يركز على أهداف الأساسية اللي كان حاطها إذا هو حاط بلان طبعا دائما نحط فيه بلان A اللي أنا نشتغل عليها و بلان B اللي هي اللي تكون احتياطية أو بحالات طارقة شون نشتغل عليها بحكم الظروف ثال هذه الحين البلان أو الخط اللي كان يشتغل عليها مثلا صار إن فيها عرقلة فهو هنا ينتقل إلى الجانب الثاني اللي هو البلان الاحتياطي يركز على أهدافه والأساسيات يشتغل عليهم يركز عليهم و ينتج يبلش ينتج نعم وايد مهم لما أنت تبيع تركز على أميلك أميلك قبل بيعك رح يدشلك إن شاء الله بدنا الله ربح مادي لكن إذا ما كان في رضا و مستوى العميل يكون هو مرتاح ما رح يكون فيه بيع وربح عندك سواء مادي أو غيره نعم كل النصاح اللي قدمتيها اليوم يا ربي تكون مفيدة لكل صاحب مشرور يمكن تعثر في الفترة اللي طافت اللي هي الثلاث أو خمسة شهور اللي طافت و مثل ما قلتي لا يوجد شيء مستحيل يحتاج لكي ترتيب أو لويات و إلجأ للمختص ترتيب و أهداف و أساسيات بالضبط كل التوفيق قلت يا سارة استمتعت جدا بهذا اللقاء معك و ختامها مثل حلقة اليوم كان مع سارة إسحاق متخصصة في إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة إن شاء الله يا ربي كل الأمور ترجع خير شكرا يا سارة الأمور كلها ترجع بخير ويرجعون أصحاب المشاريع يفتحون أبابهم لعملاءهم و أكيد مثل ما هما والهانين عليهم و هما أيضا والهانين عليكم وبجذي نقدر نقول حلقة الكويت اليوم خلصت كنا معاكم طوال الأربع ساعات اللي فاتت مواضيع متنوعة و ضيوف متنوعين شرفوننا و أكيد باتر رح نطلع عليكم نفس التوقيت الساعة عشر لغاية ساعة انتين عبر قناة المجلس مع السلامة